السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم طلاب وطالبات الدبلومات الفنية النظام السلاس والخمس سنوات والتعليم المزدود قسم نجارة الأساس النهاردة هنبدأ نكمل مشوارنا مع الجزء الثاني من مادة العمليات الصناعية مراجعة طبعا مراجعة الامتحانات وبنشوف قد إيه الأسئلة بتيجي وبنقدر إن احنا نتعامل معها في ورقة الإجابة وبنشوف صيغة السؤال وإزاي نجاوب عليه الإجابة النموذجية طبعا مادة العمليات الصناعية من المواد المهمة لطلب الدبلومات النجارة الأساس لأنها مادة بتعتمد بشكل 100% على الرسم طبعا احنا بنقول عليها هي مادة مكملة لمادة الرسم الفني ما بيختلفوش عن بعض تمام؟ يعني مادة العمليات بنقول عليها التوقع بتاع مادة الرسم بنقدر إن احنا ناخد الرسم بمنظور كبير اللي هو بنقدر نعمل به قطاع رأسي أو جانيبي أو أفقي مادة العمليات بتدرس بشكل أوسع بس بأجزاء كتاعات تمام؟ يعني مادة الرسم الفني عندنا لما بيجي نرسم فيها نرسم فيها أجزاء للأدراج ضلفة واحدة أو ضلفتين نموذج لضرب نموذج لتحريك رف أما بالنسبة لمادة العمليات اللي هو موضوعنا النهاردة فبنتكلم بشكل أوسع في الأدراج بجميع أنواعها والضلف في جميع أنواعها بطرق تحركتها يعني بناخد الموضوع بشكل شامل النهاردة هنتعرف على أسئلة الدبلومات الفنية إزاي بيتيجي وإزاي نجاوب عليها الإجابة الناموذجية طبعا أستأذنكم أن أنتم يبقوا معاكم ورقة وقلم وتكتب المقاسات معايا وتكتب نوعية الأسئلة اللي بتيجي في الامتحانات هنبدأ مع الجزء الثاني وأول سؤال عن الضلف المنزلقة تعالوا نبص على السؤال هنا وبيقول لي بجزء من القطاع الجانبي ارسم ضلفة زجاجية منزلقة داخل مجرى معدنية لطش تاني بجزء من القطاع الجانبي يبقى أنا القطاع الجانبي بتاعها يبقى لون أزرق لون إيه؟ أزرق ارسم ضلفة زجاجية منزلقة تمام؟ داخل مجرى معدنية لطش يبقى أنا كده من خلال السؤال بتاعي أقدر أن أنا أجاوب وبص هعمل التقفيصة بتاعتي قادي القرصة وقادي القاع اللي هبدأ أعمل فيهم المجرى المعدنية طب القرصة دية زي ما احنا اتكلمنا في الحلوات اللي قبل كده قلنا السمك بتاع القنتر عندي واحد وتمانية عندي اثنين سنتي عندي اثنين واثنين ما بيحدد لكش سمك القنتر انت محتاجه قد ايه؟ قد ما يهمني ان انت تعمل ما تخرجش برا التلات مأسات بتاع سمك القنتر بتاعنا اللي هو واحد وتمانية او اثنين سنتي او اثنين واثنين باخد اثنين تمانية اثنين تمانية اثنين ده مأس المجرى طب واحد بيقول لي طيب انت اخترت ليه تمانية رغم ان انا ممكن استخدم ازاز اقل او اكبر طبعا احنا حددنا التمانية دية بناء على الازاز اللي انت هتتعامل معاه اللي هو السبعة ملي بتبدأ تسيب الفراغ اللي هو جزء من الملي ملي بتحاول تعمل تحريك للضلفة نفسها اللي هو السبعة ملي وده الانسب مأس للضلفة المنزلقة الزجاجية ولكن لو انت تعمل ازاز اقل لستة تعمل المجرى يبقى اثنين سبعة بدل اثنين تمانية لو هتعمل ازاز اكبر هيبقى تمانية ملي هيبقى مثلا ايه؟ الفتحة تبقى تسعة ملي ولكن المأس المناسب اللي انت تقدر تجاوب عليه وبتبقى اجابة نموزاجية وتبقى شكلها جميل جدا هي اثنين تمانية اثنين تمانية اثنين ودية بتريح الطالب برضو ان انا في مسترة المدرجة عندي بتبقى اثنين ملي وباختم الواحد سنتي بالتمانية ملي فبتبقى واحد سنتي دايريكت وهنا نفس الكلام بتبقى اثنين ملي واحد سنتي دايريكت وبعد كده باخد اثنين ملي تاني طب اللي ارتفاع بتاعها قدي يا مستر اللي ارتفاع بتاعها بيبقى اثنين ملي تمانية ملي 2 ملي 8 ملي وببدأ أقفل المجرى بتاعتي طيب إيه الجزء اللي تحت دوت الجزء اللي تحت دوت اسمه كاويتش أو كاويتشوك اللي هو بنقدر إن إحنا من خلاله نضغط عليه وندخل الضلفة الزجاجية الدخول الصح بتاعها عشان نبدأ في عملية التركيب لأن المجرى اللي فوق ديت سبتة بعد ما بثبتها بالمسامير والمجرى اللي تحت برضو نفس الكلام بتبقى سبتة بعد ما بثبت بالمسمار البورما فوق وتحت ببدأ إن أنا أدخل إزاز بتاعتي زي المجرى ببدأ أضغط على كاويتش تمام؟ وأبدأ أدخل الضرفة اللي ورا وأبدأ أدخل الضرفة اللي بعدها أضغط على كاويتش وبعد كده الكاويتش الضغطة بتاعته بتنزل نسبة اللي انت شايفها قدامك دي يعني هتلاقي النسبة دي هي نفس النسبة دي ليه؟ بمجرد أنت ضغطت على الكاويتش هرب الإزاز من هنا ببدأ أحركه لجوه واسيب الكاويتش ويرده تاني للمجرى اللي فوق سواء الضالفضية أو الضالفضية الضالفتين دولت متقابلين يبقى احنا اتفقنا ان المجرى اللطش بتاعتنا بتبقى سبتة في القرصة وفي القاع في القرصة وفي القاع تمام ما يهمينيش بقى حتة ان انت عملت القشاط ده 8 عملت 1 سنط مش هتفرق عملت المجرى دي ريحت نفسك وعملتها 2 8 2 8 2 مش هتفرق برضو لو انت وسعت في الجزء ولكن السمك بتاع الاتنين ميلي دوت ما بيتغيرش سواء هتغير في نوع الازاز او هتغير في حجمه او الكلام ده كله مش هتتغير معي طبعا بتسيب براح هنا التلتين وبتدخل هنا التلت بتاع التحريك وبتبدأ تسبت بمسامير برمة في الجنب اليمين والجنب الشمال اللي هي بنقول عليها تزبيت القرصة او تزبيت القاع هنا برضو بمسامير تعالوا نتعرف على سؤال تاني بقول لي بجزء من القطاع الجانبي ارسم دلفة زوجية منزلقة داخل المجرى معدنية غطصة ايه ده مش نفس السؤال يا مستر لا مش نفس السؤال دي كانت هنا مجرى معدنية لطش هو نفس الصيغ نفس كل حاجة ولكن دي كانت لطش على سطح الخشب التانية هتبقى غطصة معنا تعالوا نبص عليها كده ايه دي القرصة و ايه دي القاع عندنا تمام نبدأ ندخل المجرى و نعمل لها مفحار في قلب القرصة و في قلب القاع بمقدار ايه يا مستر بمقدار ارتفاع المجرى المجرى عندي كم يا مستر المجرى عندي اتنين وثمانية جميل ممتاز يبقى انا هنزل واحد سنتي هنزل قد ايه واحد سنتي ايه ده مش دي اتنين سنتي يبقى انا نزلت النص التخانة بتاعة القنطر عندي نص التخانة بتاعة الايه القنطر و نراعي حتة في الأصول الفنية ان انت هنا انا كنت بادي بعض القشاط مش هتأثر على القنطر اما هنا لازم اسيب بعض القشاط اربعة لخمسة ملي طب ليه يا مستر لو انا جيت وعملت المجرى بتاعتي دي جنب القشاط وعملت المفحار ضعفة القشاط دو ممكن ينطر معايا ويخلي الشغل بتاعي مش مصبوط طيب ادعمه يا مستر ان انا احرك القشاط طالما هعمل مفحار فقال بالقنطر احرك اربعة ملي او خمسة ملي او ستة ملي حتى بس اقل حاجة اربعة ملي بحيث ان انا اعمل مفحار في قلب القنطر من تحت ومن فوق وابدأ اسبت المجرى بتاعتي ونفس القصة مرحلة ان انا بحط في في نهاية المجرى كاويتش بحط ايه كاويتش الكاويتش ده بقدر نضط عليه برضو نفس القصة بتاعت المجرى المعدنية اللوتش تعال نخش على سؤال تاني تعال نخش على الضلف السكرتيرا الضلف السكرتيرا ديت من الضلف المهمة جماعة اللي هي بنقول عليها موضع اسئلة وموضع امتحانات للدبلوم بص بيقول لي بجز من قطاع رأسي ارسم لا قطاع جانبي ارسم قطاع جانبي يوضح تحريك ضلف السكرتيرا تتحرك بعادة وترتكز اسفل الرف بصوا قبل ما نوريكم الرسمة لازم نركز كويس جدا في صيغة السؤال ارسم قطاع جانبي يبقى تود اللون الازرق ايه يا ولياد هيبقى باللون الازرق باللون الايه الازرق يوضح ضرف السكرتيرا تتحرك بعادة يبقى تاني حاجة انا اعرفها ان الضرف السكرتيرا بتاعتي ديت تتحرك بايه بعادة وترتكز اسفل الرف يبقى انا عرفت طريقة التحريك بتاعتها اللي هي العاب وي القطاع بتاعها طيب تعالوا نبص على الرسمة قادي الرسمة بتاعتنا قادي القرصة وقادي القاعة ايه دا مش موسوين لبعض يا مصر طبعا لان هنا الضرفة بتخش وبتبدأ تفتح وترتكز تحت الرف او تحت الجزء اللي هو بنقول عليه محور الارتكاز طيب تعالوا نركز مع بعض كده ونبدأ نشرحها بمقاساتها قلنا القنطر بتاعنا اتنين سنتي طبعا قطاع جنيبي او قطاع افق ويبان معايا السداي بالخشبية طيب داوت ايه مصر قلنا داوت اشار بيبقى من تمانية لعشرة ملي اللي هو واحد سنتي بتبدأ طب المسافات بتاعت بنقول المسافة اللي هي ما بين الاستدابة والتانية قد ايه بنقول عليها خمسة واربعين اللي هي سمك بتاخد بالخمسة واربعين بتاعتك نازل طالع نازل طالع وده بتساهل على أدناء الطالبة في الامتحان ان هي تبقى سريعة وبتقدر ان هو يعملهم متنسقين طيب انا هعمل ايه مصر اعمل اتنين ديت وديت مساويين البعض طيب بعد كده ابدأ خس مقدار اشاط بالنسبة التحت وبالنسبة الدالفة اتنين سنتي تحت وابدأ اعبل الاشاط بتاعت كان في الرسم اماما طبعا الشغل اللي قدامنا دوت الضرفة السكرتيرة او اين كانت النوع الضلفة اللي احنا بنرسمها بتبقى عليها عامل كبير جدا ان انت تقدر تختار اللون تقدر تفنش ان انت تقدر تختار المقاسات بتاعتك ان انت تعملها بالشكل المناسب زي ما قدامنا على الرسم طبعا احنا عندنا الضلفة اللي هي الجزء بتاع الارتكاز محور الارتكاز اللي عندنا بنقول عليه النسب اللي هي بتبقى خاسة عندنا اللي هو مقدار دلفة مقدار قشط طيب الصدادة اللي هي فوق دي بتبقى قد ايه مستر بتبقى واحد في واحد او واحد ونص في واحد او واحد اتنين في اتنين على حسب ما انت عايز تعملها ولكن بالنسبة لنا احنا واحد سنت في واحد سنت بتبقى مناسبة جدا للرسم بتبقى كويس طيب نبدأ نعمل عنصر التحريك بتاعنا اللي هو العقب بتاعي العقب بتاعي بنعمله بنعمل الدلفة دي متقطعة مع الدلفة دي وبنعمل 45-45 وبنبدأ نجيب محور الارتكاز بتاع العقب العادة قلنا العقب بتاعنا بيبقى من 4-5 سنت الطول بتاعه السمك بتاعه 8 ملي بتبدأ ان انت تعمل المحور بتاعته 45-45 بتجيب نقطة الارتكاز رقم واحد رقم اثنين بتجيب نقطة الارتكاز رقم اثنين وبتبدأ تنصف المسافة وبتبدأ تجيب السقب اللي في النص اللي بتبدأ تسبت بيه المسامير في العقب بتاعك طبعا دوا بيبقى فيه المحور او الدليك اللي احنا بيبدأ نحرك به الضلفة بتاعتنا الزكر او الانسة طبعا هنا حتة الارتكاز بيبقى وشاط بعد القشاط لما بتيجي تركب الضلفة تحت القاع عندنا بيبقى القشاط ده راكب بعد القشاط عشان حتة الارتكاز بتاعتنا لو القشاط على القشاط ممكن الاتنين يضروا بعض تمام طبعا ابناءنا الطلبة لو حبوا انهم يعملوا القشاط بتاعنا الزكر وانسة يبقى محمل بالنسبة للجزء السفلي ما فيش اي مشكلة خالص طبعا اللي احنا شايفينه دوت اجزاء قطاعات فلازم نعمل الاختزالات بتاعتنا بشكل ملحوظ عشان نبقى مبينين للمصحح او مدرسنا ان احنا فاهمين احنا شغالين ازاي قطاع جانبية هيبقى باللون الى ازرق تعال نشوف السؤال تاني بقولي بجزء من قطاع تنفيذي ارسم قطاع جانبي يوضح تحريك دلفا سيكرتيرا تتحرك بالمفصلة وترتكز اسفل الرف ايه الفرق ما بين رسمة رقم واحد عقب ورسمة رقم اتنين مفصلة رسمة رقم واحد مفصلة عقب بتختلف اختلاف كل في طريقة التحريك ولكن المقونات واحدة بالنسبة للقرصة والقاع والضلفة والصدادة ولكن بتختلف طريقة التحريك ان انا هنا هبدل بمفصلة بتاخد التلتين السمك وسمك المفصلة نفسه بيبقى من اتنين لتلاتة ميلي ببدأ اثبته في جزء بتاع الضلفة بمسامير وفي جزء التاني بمسامير ولكن انا ممكن اعمل المفصلة وتزيد شوية عشان حتة الارتكاز تبقى محملة بالنسبة للمفصلة ما تبقاش محملة على المفصلة بشكل كبير جدا بلزود المسافة بدل ما تبقى اوشاط بعد اوشاط بلزود مثلا ايه 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 واحد ونص او اتنين سنتي بالنسبة للجزء السفلي بحيث ان هي تبدأ المفصلة بتبقى اضعف شوية من العقب وانا نفس القصة نفس التقسيمة نفس المقسيم تعالنا نتعرف على سؤال تاني طبعا القطاع الجانبي باللون الازرق ضلفة خشبية تفتح بعقب ثم تختفي الى الداخل من الحاجات اللي مهمة جدا يا جماعة ان الضلفة الخشبية دية بنشوفها بشكل كبير جدا في اه الاساس بتاعنا القديم تعال نشوف السؤال بيجي عليها ازاي بجزء من قطاع تنفيذي ارسم قطاع جانبي يبقى اللون ازرق لضلفة خشبية تفتح الى اعلى وتختفي تحت القرصة بعادة يبقى القرصة نفسها هتفتح الى اعلى طب ازاي الكلام ده يا مستر تعال نبص الرسم انا هنا عامل قرصة وادة الراف اللي ترتكز عليه وادة الضلفة هتفتح الى اعلى يعني تخرج كده في حلقة من الحلقات كنا قدمني نموذج او ماكيت شرحنا عليه الكلام ده بشكل تفصيلي راجع الحلقات القديمة هتلاقي فيها الماكيت بتاع الضلفة التي تفتح وتختفي كنا مقدمينه بشكل طبيعي جدا لابناءنا الطلبة طيب تعال هنا قادي القرصة وقادي القرصة الاضافية ايه القرصة الاضافية ديت؟ الراف دوت لما يفتح ويخش جوه هنا ايه لا يحصل لازم يبقى فيه حاجة يريح عليها عندي تلات طرق اول طريقة اللي هي طريقة القرصة طيب تاني طريقة اللي هي طريقة العجل طيب تالت طريقة وهي طريقة استدابة يعني عندي تلات طرق اي طريقة فيهم تنجح ويه تبقى عملية جدا ما بتنفردش على ابناءنا الطلبة اي طريقة من الثلاثة اللي اذا طلب منك حاجة بعينيها فيها اللي انت حان قالك دولفة خشبية تفتح وتختفي تفتح الاعلى وتختفي تحت القرصة عن طريق عجل مش قرصة اضافية تمام؟ طيب تعالنا نشوف بقساتنا هنا نقول ان هنا ده اتنين سنتي السدابة دي بتبقى واحد سنتي او واحد ونص مش هتفر كتير طبعا بتراعي ان حتة الدوران دي تبقى بعيدة عن القشاط طبعا حتة القشاط دوت بيبدأ يغطي معي عشان ناحية جمالية بيزيد ايه منت اربعة ميلي ايه منت الفرق بتاعنا دوت محور الضرفة بيزيد من تلاتة ونص الاربعة سنتي ايه منت التحريك بتاع الضلفة تعال نبص على العقب بتاعنا وهنقول ان العقب بتاعنا دوت من الحاجات المهمة اللي لازم نعرف مأساتها العقب بتاعنا تمانية ميلي الطول بتاعه من اربعة الى خمسة سنتي بنفتح الضلفة بتاعتنا وبتبدأ تخش في المجرى زي ما انت شايف بيتحرك معها بيتحرر العقب من الدليج بتاعه ويبدأ الجزء ده بديفتحه في العقب بديتعمل حاجة يدوية بالمنشار بنفتحه بمقام هروب الدليج الدليج بيهرب من هنا بيبدأ يخش مبين السدابتين او مبين السدابة والعجلة او مبين السدابة والقرصة الاضافية كما موضح بالرسمة قدامنا دلوقت تمام؟ تعالى ايه الخط ده وتي مستر قبل من انتنل رسمة بعدها؟ ده الخط التاع احنا قلنا اجزاء كتاعة جماعة لازم بتتخيل ده نهاية الضلفة التانية اللي هو الجزء اللي هناك فانت لازم كل حاجة بحاجة زفرها تبقى عارف هي معمولة ازاي؟ طبعا الاجزاء دي السدابة دي بتتثبت بمسامير تعالى نخش على سؤال تاني هو هو سؤال ولكن بيختلف معايا في حاجة بسيطة جدا تختفي القرصة الاضافية بعقب طيب ده نرفة تفتح الى اعلى خلاص؟ وتختفي بص هنا تختفي اسفل القرصة اسفل الايه؟ القرصة اللي هو القاع الاضافي اهيه اللي هو بعقب عادة اهي نفس الرسمة دي تعمل نفس خطواتها ولكن الرسمة بتتقلب بتبقى تحت بتفتح من فوق وتن اللي تحت يعني احنا عندنا جماعة الضلف اللي هي موجودة عندنا الضرفة تفتح وتختفي عندنا تلات انواع النوع الاولان ان انا بفتح الضلفة وتختفي تحت القرصة تمام؟ النوع التاني ان انا بفتح الضلفة كده وبتختفي تحت القاع طب فيه نوع ثلاث ده قرصة وقاع ايه اللي مطلوب مني تاني؟ اللي جناب ان انا ممكن افتح الضلفة بتاعتي كده وتختفي جانب الجنب او جنب القطوع او الجنب التاني لو العلبة منتهية يبقى انا عندي ثلاث حاجات احنا الجنبين بنقوله عليهم بطريقة واحدة لان جنب يمين او جنب شمال طب يبقى عندي القرصة عندي ان انا بفتح وتفتح الاعلى وتختفي تحت القرصة او بفتح من اعلى وتختفي تحت القاع خلاص فوق القاع ما بينها ما بين القرصة الاضافية او تفتح وتختفي في الجناب طبعا احنا لو احنا بصينا في الاساس بتاعنا القديم هنلاقي الكلام دوت بشكل كبير جدا في الحاجات اللي هي موجودة لان ديت موجودة من سنة واحد وخمسين اللي هي الضرف اللي هي تفتح وتختفي وكانت من الحاجات اللي احنا المصريين ابتكاروها وبدأوا ان هم حفاظا طبعا ده بنقول علي دي اللي هوب التلفزيون بتاع زمان ان حفاظا كسفتي امان للتلفزيون والكلام ده كل بتاع زمان ان احنا بدأنا ان احنا ايه نعالج قصة ان احنا عايزين نحفظ حاجة او جهاز عندنا عن طريق درفة التي تفتح وتختفي طبعا درفة السكرتيرا برضو نفس القصة لها استعمالها بالنسبة للسكرتيريا جاية من كلمة سكرتيريا او جاية من استعمال السكرتيرا ان هي بقدر انها افتح قرصة اضافية اجهز الملفات بتاعتي امضاءات حاجات جاهزة للمدير وبنقول عليها كده درف سكرتيرا وضيت برضو من الضلف اللي هي بنقول عليها ضلف اديم تعال نتعرف على نوعية من الاسئلة تاني نبص كده الاسئلة على الضلف المحورية ضرف المحورية ديت الموجودة في المطبخ وموجودة في النيش عندك وموجودة في الكومودينو ليه الضرف العادية بجزء من قطاع افق تنفيذي واضح بالرسم الاتي طريق التحريك ضرفة غطسة عن الجنب بالعقب العدل تمام؟ ضرفة غطسة الضرفة غطسة يبقى انا عندي الضلف المحورية عندي ثلاث انواع ثلاث انواع من الضرف المحورية لاما الضرفة غطسة لاما الضرفة مخدمة لاما الضرفة برزة طيب هتفرق معانا في طرق التحريك؟ اه هتفرق بشكل كبير جدا في نوعية التحريك الضرفة الغطسة بتتحرك معانا بعقب عادة الضرفة المخدمة عقب برقبة عدلة الضرفة البرزة تتحرك معانا بعقب برقبة ميلة لازم تبقى فاهم طريقة التحريك دية لانها تفيدك كتير جدا لو طلب منك قطاع افقي في الرسم الفني مانرم بالضرفة مانرم بالضرفة يبقى لازم تبضح له طريقة التحريك ولازم تاخد بالك جدا ان الضرفة دية غطسة ولا مخدمة ولا برزة والكلام ده بيقوله لك في المواصفات بتاعة العلبة بتاعة الامتحان سواء رسم فني او عمليات يعني في العمليات بيقولك بشكل واضح جدا يقولك ان انا عايز ضرفة غطسة وممكن يذكر لك طريقة التحريك يقولك بالعقب العادة او مخدمة او بالعقب برقبة عدلة او برزة بالعقب برقبة ميلة وطبعا ثلاث تحركات او ثلاث عقوب بتوعنا دولت من الحاجات اللي هي لازم ابناءنا الطلبة يركزوا فيها لان هي بتعتمد بشكل كبير جدا في معظم الضرف بتاعتنا والضرف المحورية دية بتلاقي في كومدينو بتلاقيها في اي حاجة متحركة ده النظام القديم بتاعنا هتلاقيها في الضرف بتاعة الدولاب بتاع قط النوم هتلاقيها في النيش هتلاقيها في اي حاجة متحركة هتلاقينا ان دي الطريقة التقليدية اللي احنا بنستخدمها لتحريك الضرف المحورية وسهلة التركيب وبنقول الى حد ما بتقدر تتحمل عب الاستهلاك تعالوا نبص على الرسمة بتاعتنا هنا هنبص هنا على الرسمة وهنلاقي قادي جنب العلبة وقادي القشاط وقادي الضرفة قطسة وقادي العقب طب محور الضرفة بيعمله ازاي قالك اعمل خط وهمي زي ما انت شايف النقط ديات ممكن توضح له طريقة التحريك بتاعتها عن طريق الاسهم بتعمل الضرفة مرة بالقشاط طبعا القشاط ده بيغطي القشاط ده وبعمل نسبة ميلع عشان زيادة الخشب او امتداج الخشب في اوقات الصيف ما بين الصيف والشتة بيبدأ ان الخشب يحصل له عملية تمدد وانكماش فلو القشاط جاي على قد خشب بالضبط بيعمل عملية احتكاك فيما بعد الاستعمال تعالوا نبص هنا هنلاقي ان انا هنا الضال فضية متعامدة مع الضال فضية دي بعد فتحها متعامدة يبقى انا باخد 45 و45 وابدأ اعمل الارتكاز بتاعي وابدأ اعمل العقب بتاعي اللي احنا قلنا هو 8 ميل طوله من 4-5 سنتي بنبدأ نعمل نفس النقطة الارتكاز دي ولكن بمصمر متسبت النحة التانية وبننصف المسافة بتاعتنا بنبدأ نعمل مصمر ربط لي العقب في المصمرين دولت ولكن ده هو بيتحرك على المحور اللي هو بنقول عليه الدليك تمام في دولت في المحورات قطاع افقي طبعا باللون الاحمر طب تعالي نشوف سؤال تاني بقولك بجزء من قطاع افقي افقي يبقى لازم تبقى ثاهم كويس جدا ان اللون الاحمر هيبدأ يشتغل معاك وضح بالرسم القاتي طريق التحريك دلفة مخدمة مع الجنب ممكن مذكر لكش إذا أنا مذكر لك السؤال كده برجبة عيدلة ممكن مذكر لكش طريق التحريك يقولك طريق التحريك دلفة مخدمة مع الجنب بس طبعا بيذكر لك اسم القطاع فانت لازم تبقى وممكن يذكر لك الرجبة العقب نفسه طريقة التحريك ولو مذكرهش انت المفروض كرجل فني تبقى فاهم طب تعالي نبص كده قادي جنب العلبة وقادي الضلفة وقادي العقب بتاعي طوله بنقدي ايه من 5-6 سنتيب ببدأ هنا جزء بتاع الرجبة دوت بيبقى من مقدار السمك بتاعي اللي هو التمانية ميلي بقدر ان انا اخرج خط ايمين وخط يسار وببدأ اعمل المحور بتاعي المحور بتاعي ده بيبقى قدي يا مستر قال لي ان دوت بيبقى تمانية ميلي بقدر ان انا اعمل قطرة دايرة بتاعتي تمانية ميلي وببدأ ان انا اعمل نقطة الارتكاز بتاعتي ديت بنان على التمانية ميلي يعني الفتحة نفسها تمانية ميلي وببدأ استخدم الدايرة بتاعتي تمانية ميلي وهنا نقطة الارتكاز بتاعتي وهنا نبينلك بالقسم الطريقة التحريك الضرفة بعد فتحها بتبقى بينها معي ازاي طبعا ابنان الطلبة يركزوا ان الاجزاء ديت مش اجزاء عمليات بس درسم فني وخمات ايه ده خمات ايه اللي دخل خمات يا مستر في تعالي نتكلم على العقوب بشكل عام العقب بيستخدم كمادة خمات كمادة عمليات كمادة رسم فن تمام مادة خمات بدرس فيها العقب شكله والتصنيع بتاعه طبعا الجوزئية اللي احنا طالما تكلمنا على العقوب لازم اقول لك كل جوزئية بتختص بايه لما اجا اتكلم على العقب في الخمات بتتكلم على بدة بتصنع منها سواء حديد او ميكل او بلاستيك فيه اللي هو متعالج بالبولمر اللي هي العوبة الحديثة ببدأ اتكلم على مقاسات ووحدات بيع ورسمة مبسطة لشكل العقب يعنيها مطلوب مني رسمة في العمليات وفي مادة الخمات وفي مادة الرسم يبقى انت لازم تبقى حافظه زي اسمك طب بالنسبة لمادة العمليات بيبقى مطلوب مني يا مستر طيب بنرجع لمادة الخمات تاني انواعه كمان ورسومتهم طيب الاستخدام ابدأ اخش على مادة العمليات استخدام في مادة العمليات بس بتكلم عن العقب برسم بتكلم على ضارفهم حولية مخدمة او برزة او غط ما ليش دعوا بقى هم مصنوع مني خلاص ولا واحدة تبيعه ايه انا مطلوب مني رسم طيب نفس الكلام في مادة الرسم الفني اننا في مادة الرسم الفني اللي انا بعمله احنا قلنا مادة الرسم الفني مع مادة العمليات بنقوله عنه متوقن اللي انا هنفزه في مادة العمليات هابدأ انا اطبقه في مادة الرسم الفني يبقى انا وصول العقب او المفصلة او الخردوات اللي انت بتستخدمها بتدرسها في ثلاث افرع من الشغل التاعك مادة الخامات عشان تدرس خامة مادة العمليات مادة الرسم الفني لازم نهتم كويس جدا 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 بالحاجات اللي احنا بنقولها لاني الطالب بيبقى مش فاهم اهمية الحاجة دي ايه بتبقى محور شغل خردوات او جزء من الخامة اللي انت بتستخدمها بتقدر تستخدمها في حاجات كتيرة ولازم تبقى عارف مأساتها وحفظها زي اسمك صمو مش بنقول حفظ بتبقى فاهمها ويه هي بتستخدم ازاي تعالي نرجع للأسئلة بتاعتنا تاني تعالي نبص على الضرفة المحورية هنا الضرفة المخدمة دقيقة الضرفة ودي طريقة التخديم بتاعتها ماشية مع عادية بالزبط بنقول عليه حرف اللي مقلوب شايفها طبعا ده جزء اقطاع فاحنا لازم نبقى موضحين ان هو الشكل بتاعنا ده ادي جنب العلبة ودي الضرفة ودي العقب قلنا طوله من اربعة لخمسة لا بالنسبة للعقب العادي مستر ده من خمسة لستة خلاص بيبقى طويل شوية عشان ببدأ ان انا ازود الرجبة بتاعتي وببدأ ان مصمرين دولة مصمرين تزبيت بقدر ان انا اثبت بيهم الجزء الباقي من العقب تعالوا نتشوف اسئلة على الضرف زات الحشوات عندي ارسم قطاع افقي لضلفة زات الحشوات المركبة داخل مفحار يبقى اول نوع من الحشوات مفحار اللي هو معروف عندنا اللي هو الرسمة بتاعتنا دي اه دي الحشوة بتاعتي دي اه هي وببدأ اقسم دي تلت 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 تمام وببدأ ان انا اعمل المفحار بتاعي في جزء الداخلي دوت بمقدار الحشوة قاد الحشوة بتبقى في الابواب بشكل كبير جدا او في حشوات الضلف الخشبية بتبقى الحشوة دي اه محور ومحور تشكيل تقدر ان انت تشكل في الجزء اللي انت شايفها بتاعت الحشوة دي بتقدر تكبرها شوية مش فرقة كتير المسافة دي بتقدر ان انت تعمل على حسب الاصول الصناعية ممكن تكتب ستة في تلاتة وتبدأ تقسم دي بالنسبة تلاتة واحد 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 وتعمل الشكل مبسط بالشكل اللي انت شايفه دوت والنفحور بتاعك عمق واحد او واحد ونص وتبدأ تتعامل معها على هذا الاساس طيب عندي شكل تاني بقى وهو اللي هو بنقول عليه استخدام بكتة داخل افريز ازاي رسميته يا مستر تعالوا نبص على الرسم بتاعته اه دي نفس الحشوة ولكن ده شكل الافريز اللي هو عايزه شايفين شكل الافريز تابع السهمة معين شخص غالص ازاي اه دي شكل الافريز طيب والشكل اللي برا ده ده شكل حلية بتعمله عشان بيدي منظر ديكوري للضلفة بتاعتنا او الحشوة لو انا عايز اعمل فيها متاحة لك ان انت تقدر تستخدم جاية او بسطوم او خوشخان او اين كانت نوع الحلية باستنبت الدوائر زي ما تعلمنا في الفرقة التانية طب تعالوا هنا ببدأ ده لطش اه هو تحططها خلاص داخل الافريز طب اقفل عليها ازاي اقفل عليها بباكتة بنقول عليها عيدان بتتعمل حلية طبعا الشكل ده شكل تقليدي جدا ممكن تغيره بشكل اللي انت عايزه بسطوم او خوشخان او جاي بتبدأ ان انت تتعامل معاه بالشكل اللي انت عايزه بتبدأ تعمله الحلية اللي انت عايزها براحتك على حسب ما وقت الاسمتحان يسمح معاه طبعا ده بنقول عليه قطاع عفقي يبقى باللون الاحمر بتشير بتاعنا باللون الاحمر بتنسك قلم الخشب بتاعك وبتبدأ تلون الاجزاء بتاعته باللون الأحمر طب في حاجة ثالثة آه لطش بتاعنا آه هو استخدام باكتة بقى هيبقى لطش من الجهتين يعني ده هو الداخل مفحو ده داخل إفريز آدي إفريزة هوت وعملت له باكتة في بقى ولدية ولدية موجودين شيلتهم من الاتنين بقى تلطش تعال نبص عليها آدي الحشوة حطيت الحشوة بتاعتها وآدي القايم بتاعنا هوت ببدأ أركب باكتة فوق وباكتة تحت وببدأ أثبت الحشوة بتحط الباكتة اللي تحت أو الباكتة اللي فوق وبتبدأ تدخل حشوة وبتبدأ إيه تثبتها يبقى أنا عندي ثلاثة أنواع لإما مفحار لإما إفريز لإما لطش ده ده تلات حشوات لأي حشوة بنقدر نستخدم فيها أي نوع من الثلاثة طبعا لازم ناخد بالنا من الملحوظة أن القطاع الأوفقي باللون الأحمر تعالي نخش على نوعية من الأسئلة بقى خلاص خلصنا من شوية أسئلة في الضلف تعالي نخش على علبة القبلة للفك والتركيب بص السؤال بتاعنا دوت من الأسئلة المهمة جدا بيقول لي بجزء من القطاع الرأسي التنفيذي القطاع الرأسي يبقى باللون الأسود والتلوين بتاعه باللون الأصفر ارسم قرصة مع جنب باستعمال مصمار جباط وصمولة بنقول عليه خشب الكابس بالنسبة للدواليب ده خشب كابس قدامنا بنعمله 2.5 سنطي بنبدأ نركب قبل كاش ملي 2 ملي ملي بنعمل كابس فارغ ومليان الجزء دي بتبقى عشرة وبنعمل خمسة فاضي على حسب الفارغ قد المليان او الفاء المليان ضعف الفارغ وبنبدأ نركب قبل كاش الناحية التانية وبنبدأ نركب قشاط بالشكل اللي انت شايفه دوت بنقول عليه قشاط زكر وقنسة وده بتلاقيه في الدواليب اللي عندنا كبيرة قبل تركيب الفرنطون وقادي الجنب بتاع الدولاب او قطعة الاساس اللي انت هتبقى قبل الفكة التركيب يعني دي هتتفكت ايه ده يا ميستر انت من خلال جراستنا للعمليات او الرسم الفني بتقولي ان الكويلة ليه الخشب السابت لخشب الايه السابت او قطعة الاساس السابت انت ليه بتهني هنا في قطعة قبل الفكة التركيب اقولك لا يا حبيبي ما انت تعال اركز معايا هنا هتلاقي ان انا عامل لك لون اسود الكويلة دي كويلة متحركة مش كويلة سابتة يعني لك كويلة سابتة ما كنتش هتلاقي الفراغ اللي هو موجود دوت طيب الكويلة دي بتعمل بالطريقة العادية ده بنقول عليها كويلة بتدي حماية وبتدي صلابة بتبقى دليل للتركيب تعال هنا للسدابة ديت بنقول عليها سدابة او اللقمة الخشبية تمام اللقمة الخشبية ديت بتبقى متسبتة في جنب العلبة وملهاش علاقة بالقرصة طب علاقة بالقرصة ديت عن طريق المصمار بتاعي دوت طب المصمار دوت يا مستر بتعمل ازاي او وظيفته ايه المصمار دوت انت لو فتحت السرير او دولاب عندك هتلاقيه موجود في النظام القديم قبل النظام القطوم تمام طيب الخشبية ديت او اللقمة ديت بتبقى كان في كم اكتب معايا بتبقى ستة في تلاتة ستة في تلاتة وبتنصف الستة ديت لتلاتة والتلاتة وبتبدأ تاخد النص بتاع المصمار لانها بتبقى في المنتصف وبتبدأ تاخد السمك بتاع المصمار دوت اللي هو بيبقى من تمانية لعشرة ميلي الطول بتاعه بيبقى عشرة سنتي تمام وبتبدأ تستخدم الادوات الهندسية سواء صمبة الدوير او صمبة المنحنات لو في حاجة هتحتاج منحنات وهنا طول المصمار دوت بتاعي بدأت تعمله التهشير بتاع الالووز بتاعه طيب السمولة ديت بتبقى 4 ميلي السمولة اللي تحتها الوردة اللي تحتها ديت بتبقى 2 ميلي هنا نفس الكلام بتبقى الوردة 2 ميلي الكويلة نفس الكويلة اللي احنا بنرسمها في الكنطر ما فيهاش اي مشكلة يبقى دي اول علبة او اول حاجة بناخدها في الفك والتركيب والطريقة دي تقليدية جدا بتبقى موجودة عندنا في قطع الاساس وما فيش بيت عنده اساس قديم اللي لما بتلاقي فيه الدولاب او السرير متركب بنفس الطريقة او بنفس طريقة التجميع اللي هي طريقة المصمار القروي زاته السمولة تمام وانت من خلال سؤالك بتعرف ان انت تجاوب السؤال ازاي انه هو ارسم قطاع رأسي بقى هاستخدم لون ازرق هاقطع فيه الجزء الرأسي هيبان معي الخشب بتاعي بالشكل دوت لو هو كبس عايز يعمله كونطر ما فيش اي مشكلة خالص تعال نخش على سؤال تاني بقول لي بجزء من القطاع الرأسي التنفيذي ارسم قرصة مع جمب باستعمال مصمار قلووز وقلووز داخلي للرباط ركز معي في السؤال بجزء من القطاع الرأسي التنفيذي ارسم قرصة مع جمب باستخدام او باستعمال مصمار قلووز زائد قلووز داخلي بيبقى فيه قلووز داخلي عكس القلووز الخارجي دوت تمام وبيبدأ المصمار يتجمع بيجي طبعا بيباع بالطاقم بنجمع القرصة باللقمة الخشبية اللي انت شايفها ديت اللقمة الخشبية دي بتبقى متسبتة هنا في الجم طب متسبتة ازاي مستر بتبقى متسبتة بمسامير وغيرها ومالهاش علاقة بالقرصة عشان نقدر نحن نفكها في اي وقت سواء منفوق او من الجزء الداخلي لقطعة الاساس باكز معي في السؤال قرصة مع جمب باستعمال مصمار قلووز مع قلووز داخلي يعني قلووز دوت والقلووز الداخلي للربط طبعا باللون الاسود والتلوين الاصفر بجزء من القطاع الرأس التنفيذي يرسم قرصة مع جمب باستعمال مصمار وصمولة تعالوا نبص عليها طبعا دوت عامل تخويش فاتع عامل فتحة في الجمب وبدأ ان هو يعمل عملية ادخال للمصمار وفي دوت بيخش كابس عامل زي الفشر اللي احنا مندخله في الحيطة بالضبط او في الاجزاء الداخلية طبعا مش محتاجين احنا نتكلم عن مقاسات بنقول المقاسات بتاعتها اتنين سنطي اتنين سنطي والقشاط بتاعنا واحد سنطي والاختزالات مطلوبة بقولك ارسم قرصة مع جمب باستعمال طقم غاطس في تخانة الجمب تاني كده ارسم قرصة مع جمب باستخدام طقم طقم غاطس في تخانة العلبة يبقى انا هستخدم النظام زي موجود في السرير زمان قادي القرصة وقادي الجمب عملت مفحار في الجمب وبدأت ان انا اقفل عليه بالخوصة المعدنية اللي انت شايفها ديت تمام وقادي المصمار اهوت بيبدأ يخش نص التخانة وقادي الصمولة الصمولة ديت بتعمل لها تجويف وبتبقى ثابتة الى حد ما تمام وبتبدأ ان هي تخش طيب الطول بتاع المصمار دا لو 7 سنطي المسافة اللي هي عليها علامة اكس ديت بتبقى 7 سنطي برضو عشان اقدر اخرج منها المصمار بتاعي تمام وقادي الزاوية بتاعت ديت اللي بتقفل بتبقى طولها زيادة هي دا 1 سنطي وزيادة 1 سنطي و7 سنطي يعني ممكن نقول ان هي 10 سنطي تمام دي طريقة من الطرق بتاعت تجميع القرصة مع الجنب باستخدام طقم غطس طيب لو كانت الزاوية تعالوا بقى ارسم قرصة مع الجنب باستخدام الزاوية المعدنية زاوية معدنية جميلة جدا بتبقى دي طبعا تتابس لطرق وبنجب لها مصمار بتبدأ ان انت تحرر المصمار بتفك القرصة بتوربط المصمار بتتربط القرصة معاه قادي الزاوية بنقول عليها هنا 2 فيه 3 سنطي وفيه طبعا مقاسات ممكن تعملها 3 في 3 ممكن تعملها 1 ونص في 2 على حسب الزاوية المتاحة عندك في السوق طبعا المصمر هنا في الجزء دوت عنصر التحريك بتاعنا وفيه هنا صمولة بتبدأ تركب معاه وبتبدأ تثبت فيه القرصة ده برضو نموذج للزاوية المعدنية اسئلة على الارفف الارفف ليها قصة معانا ولازم نبقى فاهمين ان الارفف ديه عنصر لازم نبقى فاهمين هي فيه ارفف سبتة وارفف متحركة وارفف زجاجية لازم نبقى عارفين ان الاسئلة بتاعة الارفف ديه من الاسئلة المهمة برضو وجزء ما تقول ليش هو رف يا مستر ارسم جزء من قطاع رأسي يوضح تجميع رف مع جنب سابت مصنوع من خشب الكنتر بلاكيه لازم يا جماعة يقول لي نوعية التركيب الصناعية تعالوا نتكلم عن التركيب الصناعية وانا ليه ذكرت كلمة كونتر بلاكيه في الشغل بتاعنا اول حاجة عشان اطلب منك حاجة لازم اطلب لك المواصفات بتاعتها انا ليه ما طلبتش وقلتلك انا محتاج ان انا ارسم الارصة مع الرف دوت مع الجنب دوت وسبتها كده عيمة ليه لين طريقة التجميع في خشب الكنتر غير الخشب البطن ايه الخشب البطن دو يا مستر قال لك الخشب البطن دوت اللي هو زين او موسكي او اروة او اين كان النوع بتاعه ده خشب نقول عليه خشب طبيعي او خشب بطن طيب هتفرق يا مستر قال لي اه هتفرق قال لي ان الطريقة بتاعت التجميع بتاعت قطع الاساس سواء في الارفف او في التركيب الصناعية ان خشب الكنتر بلاكيه التركيبة بتاعته بالنسبة لاجزاء الجناب في حاجات سابتة بتبقى كويلة وبالنسبة لقرصة بتبقى صمارة بالنسبة للرف بتبقى زدابة طيب بالنسبة نيجي لرف او اطوع او اي حاجة في خشب بطن او خشب طبيعي بيبقى كعب غنفاري جرار بيد واحدة لو رف طيب لو اطوع بيبقى بيد دي يبقى ايه ده انا لازم في اسئلة الامتحان يذكر لنوع الخشب اه لازم يذكر لك نوع الخشب لان الطريقة هتختلف انت تويتين يعني ايه لما قولك خشب وخلاص خشب ايه انت عايزه طبيعي ولا لان الطريقتين بيختلف ولازم يذكر لك نوع الخشب طيب تعال نشوف التركيب الصناعية بتاعتنا بشكل عام ارصة مع جنب طيب هو الارصة بتاعت دهي الجنب بتاعها سباحي ولا الجنب بتاعها مخدم ولا الارصة بتاعتها مرفرفة هتفرق يا مصدر؟ آه هتفرق لو الارصة مع الجنب دهي واتخشب كونتر ارصة مع جنب لو كما خد ما هيبقى صمارة بنقول عليها صمارة 45 طيب لو الارصة بتاعتها مرفرفة هتبقى من تحت كويلة طيب لو الجنب بتاعي سباحي هذه الجنب وهذه القرصة لو الجنب بتاعي سباحي بتبقى بنركب كويلة ما بين الجنب بتتعامل معاملة رفا أو بتتعامل معاملة أي حاجة سابقة خلاص؟ طيب لو كان الكلام دو تمسطر في خشب طبيعي انت قلت لي خشب كونتر اديني بقى مثال على الخشب الطبيعي لو كانت قرصة مع جنب مخدمة بكعب غنفاري مغطي كعب غنفاري مغطي قرصة مع جنب طيب لو كانت سباحي لو جنب بتاعي سباحي هيبقى نفس القصة بكعب غنفاري جرار بيد واحدة طيب لو كانت القرصة مرفرفة هتبقى كعب غنفاري بيد ده بالنسبة للأخشاب الطبيعية طيب بالنسبة على الأخشاب بالنسبة للأخشاب النص مصنعة أو خشب كونتر لو رف الرف ده أنا هتكلم عن سوابه هتكلم بعد كده على متحرك لو الرف بتاعي سابق هتجمع بإيه هنا؟ قلب كويلة لو في إيه؟ لو في خشب كونتر طيب لو خشب بوتن هتبقى بكعب غنفاري جرار بيد واحدة خلاص؟ طيب لو كان أطوع ده كده أطوع دي أرصة دي أطوع طيب هيتعامل معاملة إيه؟ قال لي هيتعامل بكعب غنفاري جرار بيدين خلاص؟ بالنسبة للأرصة وبالنسبة للقاع مع الأطوع فأنت لازم تبقى أبنانا طالبة ياخدوا بالهم من التركيب الصناعية ديت ونشدد على الحاجات دي تلاقي ديت أصول فنية ما ينفعش أعكس ما ينفعش أعمل كعب غنفاري جرار بيد واحدة في خشب كونتر غير صالحة للاستعمال خالص وغير وانت كده طالب مش فاهم أي حاجة خالص فأنا لازم أنا أحدد لك نوع الخشب طيب بالنسبة ده كلمتنا على السواب طيب بالنسبة للمتحرك لو كانت أرفف خشبية هتبقى سدابة بسمرها وحط عليها الرف طيب إيه تاني؟ قال لي فيه عندي مدرج بنص دايرة إن أنا لابعمل مفحور بنص دايرة وببدأ أدخل في الرف وخرجه على حسب الحاجة ليه طيب فيه حاجة تاني قال لي بسلم خشب ميل أو بخدش ميل ببدأ أعمل خدش على زاوية 60 وببدأ أعمل مسافات ما بين الخدش والخدش على حسب مساحة الرف للرف وببدأ إن أنا أدخل للرف وأخرجه طيب عندي حاجة تاني قال لي آه دا بالنسبة للخشب طيب بالنسبة للزجاجي قال لي عندي طرق كتير جدا هنتعرف عليها من خلال الأسئلة اللي إحنا بنترحها على حضراتكم النهار تعالوا نرجع لأسئلتنا تامي ونقول دا الكويلة اللي إحنا بنتكلم عليها آدي الجنب وآدي الرف خلاص كويلة عادية جدا دا لو جنب سابت لو جنب إيه خلي بالك من كتير متسابت ومتحرك وخشب كونتر وخشب بطن طيب إرسم جزء من قطاع رأسي يوضح تحريك رف مع جنب مصنوع من خشب طبيعي بص حدد لك على طول يبقى هو عايز هنا تجميع رف مع جنب رف مع إيه؟ مع جنب سابت مصنوع من الخشب الطبيعي آه هي تجمعها آه دي الكعب الغنفاري اللي إحنا بنقول عليه طيب التخنات دي كلها قلنا ديها تتنين سنتي أو ديها تتنين سنتي مش هتفرق قوله واشيد مأسات بنقررها في كل سؤال عندنا طيب الكعب الغنفاري أبو يد واحدة دوت بينزل نسبة ميل قد إيه هنا قال من أربعة لخمسة ميل دي أصول صناعية المفروض تبقى أعرفها من سنة أولى وبيخش هنا نص التخانة خلاص طيب عندي واحدة تانية قال لي آه عندي طريقة تانية إن أنا أعمله كعب غير نافد خلاص بتبقى الحتة دي تقفلها كده بيبقى كعب اسمه غير نافد بتبدأ أن انت تدخله برضو نص التخانة أو تلت التخانة وبتبدأ أن انت تتعامل معاه نفس المعاملة بتاعة الكعب الغنفاري الجرار بيد واحدة تعال نشوف سؤال تانية آه أسئلة على الأرفف الخشبية المتحركة أرفف خشبية متحركة خلي بالك دي كانت فاتت أرفف ودية أرفف ودية كانت سبتة ودية متحركة تعال نبص على المتحرك بقى ونعرف نوعية الأسئلة بتاعته ازاي ارسم رف يتحرك على سلم خشبي مدرج بخدش نص دايرة تعالي كده ده ارسم رف يتحرك على سلم خشبي مدرج بخدش نص دايرة تعال نبص على الرسمة بتاعتنا آه آه دي جنب العلبة بنبدأ نقسم الجزء ده التخانة بتاعت دي اتنين اتنين واثنين اتنين ونص على حسب نوعية الخشب طيب المسافة دي بنقول عليها 15 ملي عشان نبدأ نوضح الرسم بتاعنا واحد ونص واحد ونص واحد ونص وبتبدأ تعمل الأرفف بتاعتك طيب الأرفف بتاعت دي الواحد ونص دي بتستخدم لها في إسطنبة الدوائر عندنا قطر 15 ملي قطر قد ايه؟ 15 ملي وبتسيب مسافة 15 ملي بتبدأ تعمل طبعا انا في الامتحان مطالب ان انت تعمل قطعة او اتنين بس مش شرطة تعمل اكتر من كده طبعا ممكن تعمل اول واحدة او اخر واحدة او اول واحدة او اخر واحدة او اخر واحدة او اخر واحدة او اخر واحدة براحتك تمام؟ يبقى ده اسمه رف متحرك على نص دايرة طيب سؤال تاني على نفس الجزئية بيقولك ارسل رف يتحرك على سلم خشبي مدرج تمام؟ بخدش مائل من جهة واحدة بخدش مائل من جهة واحدة يبقى السلم اللي احنا اتكلمنا عليه اهوت نفس المئسات اللي انت بتسيبها برضو وبتاخد نسبة الميل بتاعتك ديها على الزاوية 60 وبتبدأ تعمل الرف بتاعك المتحرك الرف داوت بيتسحب للخارج يا جماعة وبيتزقل الداخل بيبقى في المنتهى البساطة على نفس نسبة ميل الخدش يعني انت عملت الخدش بتاعتك نسبة الميل بتعمل الشطف بتاعك على الزاوية 60 وبتاخدها مسحة بالفارة بحيث ان هي تخش في المنتهى السهولة ما تبقاش دخلة بنقول عليها شحط ديت واحد ونص ميلي واحد ونص ديت 15 ميلي واحد ونص سنتي واحد ونص سنتي لغاية الاخر اعمل لي برضو في نفس القصة واحد او اتنين او تلاتة برحتك خالص لان انا ممكن السلالم ديت في الطبيعي ان انا مش هستخدم حتى واحد ونص ممكن تبقى ديت وابدأ احرك اخلي المسافة ديت 15 سنتي 10 سنتي على حسب احتياجي للخدش وعلى حسب الحاجة اللي انا هحطها في قطعة الاساس تعال نكمل بقية الاسئلة بقولك ارسم رفق زجاجي يتحرك على خدش بجنب بالجنب داخل المفحور يبقى انا عايز ارسم رفق زجاجي على خدش بجنب اللي هو داخل المفحور المابينكو سنتي بوضح لك يعني خدش بالجنب بنقول داخل المفحور رسمة بسيطة جدا يا جماعة ما فيهاش اي صعوبة بنقدر ان احنا نتعامل معاها بمنتهى السهولة بنرسم الجنب بتاعنا بنعمل المفحور بتاعنا طيب المفحور ده وتقدية بسطر المفحور ده بيبقى السمك بتاعه او العمك بتاعه بيبقى تلت او نص اتخانة طيب بالنسبة للسمك بتاعه قال لي على حسب الازاز اللي انت هتدخله لو الازاز بتاعي ستة ميلي يبقى هعمل خدش بتاعي سبعة لو الازاز بتاعي تمانية او اكتر او قل بزود ميلي على الخدش او المفحور بتاعي عشان اقدر ان انا ادخل واخرج الازاز بالسهولة في قلب المفحور اللي هو في جنب العلبة تمام طيب يبقى احنا اتفاقنا ده ممكن يبقى 2 سنتي ممكن يبقى 2 و 2 ممكن على حسب جنب اللي انت هتركب فيه المفحور ده طبعا بترجع للأصول الصناعية انت بتبقى المفروض عرفها ارسم رف زجاجي يتحرك على طائم معدني طائم معدني يبقى انا عندي ايه طائم معدني هيترسم ازاي الطائم المعدني دهات يا مستر تعالى نبص على الطائم المعدني بتاعنا عندي ادي جنب العلبة وقاعد الجزء بيخش نص التخنة ده طائم بيدعب الوحدة وببدأ اعمله تخويش هنا ودخله زي بنقول فشر عشان ابدأ اضغط فيه ده بيخش يا جماعة كابس ده الطائم دوت بيخش كابس طيب ايه الشكل دوت اجيبه زي دوت المستر بتاخد عندك ديات التمانية ميلي وبتبدأ ديات سبع ميلي لانك انت فيه جزء بتاع الكابس بتاعك وبتبدأ ان انت تاخد جزء دوت وبالزاوية الخمسة واربعين بتاخد نسبة الميل دي شايفت نسبة الميل اللي عندك ديات بتبدأ تاخدها بالزاوية الخمسة واربعين وتمشي عيد الجزء والجزء ده خسس عن جزء دوت وبتاخد بالصنبة الدوير جزء دوت ده ربع دايرة اللي هو جزء اللي انت شايفه دوت خلاص وبتبدأ تحط الازاز بتاعك طبعا دوت مش هتفرق معايا الازاز بتاعه سمكه قد ايه سمكه اعلى اقل مش هتفرق هو ده زي كابولي بيخش ضغط اللي هو الرف دوت في جنب قطعة الخشب وبابدأ بابدأ ان انا اعمل الرف بتاعي عليه طبعا ابناءنا الطلبة لازم نبقى مركزين مع بعض كويس جدا في نوعية الاسئلة واهمية الاسئلة والمقاسات بتاعتنا بالخصوص في مادة العمليات الصناعية مادة العمليات الصناعية من المواد المهمة المسلية جدا اللي انت تقدر تستفاد بيها في الناحية العملية برا تقدر تفيد بيها اللي حواليك خلي بالك ان اسئلة بتاعت الدبلوم اسئلة بسيطة جدا تقدر ان انت تطلع الاجابة بتاعتك من خلال السؤال نفسه لان السؤال بيشرح اجابة طبعا استمتعت بحضراتكم جدا وانا انا تمنى لكم النجاح والتوفيق كنت معكم مستر احمد عقل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة